اشتركوا في القناة على ابرز مواد الباب الاول من هذا المشروع والتي تتضمن اسم الدولة وشكلها كذلك الهوية واللغة العربية مصدر التشريع والجنسية كذلك سنتناول العاصمة اي عاصمة الدولة والعدالة الاجتماعية والتنمية كل هذا واكثر رفقة ضيوفي في هذه الحلقة الدكتور الهادي ابو حمرة والاستاذ ابو القاسم يوشع عضاء الهيئة التأسيسية لاستياغة مشروع دستور اهلا بكم في البداية اسمحوا لي مشاهدين ان ارحب بالاستاذ الدكتور الهادي ابو حمرة كذلك ضيفي الاستاذ ابو القاسم يوشع عضاء الهيئة التأسيسية لاستياغة المشروع بداية دكتور الهادي البداية نستهلها معك عند الحديث عن المادة الاولى والتي تتناول شكل الدولة ومقوماتها الاساسية من خلال المادة الاولى يتضح ان هناك اعتراف واضح وبشكل اقليم ما هو اعتبار الرؤية الدستورية من ذكر الاقليم على هو توزع جغرافي بشري ام استقلال اداري بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبياء ومرسلين شكرا للسيد الكريم على هذه الاستضافة او لقناة بن وراما لاضاح محتوى مشروع الدستور لذي نتمنى ان يعرض على السبتة وينال قبول الليبيين لكي يصبح دستور دائم للدولة الليبية نؤكد بداية اعضاء هيئة اساسية اننا سنصل للاستفتاء باذن الله تعالى وستنتهي المراحل الانتقالية ليكون لليبيا دستور دائم وتكون دولة مستقرة تسير على طريق التنمي هذه هي مادة مفصلية واساسية وبونية عليها المشروع بالكامل شكل الدولة دولة بسيطة يعني بمعنى ان السلطة التشريعية واحدة ان السلطة التنفيذية واحدة لا تعددية قانونية ولا تعددية قضائية دولة بسيطة طبعا كان الخيار من الأول في طرح الدولة البسيطة وفي طرح الدولة المركبة أو الدولة الفيدرالية فكان اتجاه الهيئة اتجاه نحو الدولة الفيدرالية البسيطة أسف وتبني دولة بسيطة لكن دولة بسيطة مع وجود توازن سكاني جغرافي دولة بسيطة مع وجود مجلس النواب ومجلس شيوخ مجلس النواب مبني على عيد السكان مع مراعاة المعيار الجغرافي في الحالات التي يحددها القانون ومجلس شيوخ مبني على المناطق الانتخابية الثلاث مع مراعاة المعيار السكاني بقدر أيضا دولة بسيطة مع الأخذ في الاعتبار توزيع المؤسسات الدولة الليبية في أنحاء ليبيا بشكل يضمن العدالة المكانية ويضمن التنمية المكانية دولة بسيطة مع وجود توزيع المؤسسات أو السلطات السيادية في الدولة الليبية دولة بسيطة مع لامركزية مدستة وبالتالي هي دولة بسيطة بكل معنى الكلمة لكن أيضا مع وجود نظام لامركزي موسع مدستر قائم على مبادل لامركزية الأساسية اللي هو مبدأ التفريع أو مبدأ التدبير إذن أنت تتؤكد بأنه لا يوجد هناك ترسيخ لفكرة الأقليم ومالذة أبدا دولة بسيطة نظام الحكم المحلي فيها قائم على تقسيم البلاد إلى بلديات ومحافظة لكن المبدأ الأساس اللي يبوني عليه الدولة البسيطة هو استبعاد الطرح الفيدرالي لكن إيجاد بديل له وهو التوازن الجغرافي السكاني في بناء السلطة الشريعية وفي اختيار رئيس الحكومة رأس السلطة التنفيذية رأس الجمهورية أسف رأس السلطة التنفيذية أيضا في مسألة أخرى أيضا في هذه المادة وهي مهمة جدا اسم الدولة هو الجمهورية الليبية طبعا كان في طرح آخر بديل اللي هو تسميتها بالدولة ليبيا لكن اسم الجمهورية الليبية يتضمن عدة معاني أول شيء يتضمن تدول السلمي على السلطة يتضمن دولة مدنية يتضمن اختيار المؤسسات التشريعية والسلطة التنفيذية عن طريق الانتخاب العام الحر للسلم مباشر واستبعاد أي نموذج آخر كنظام الإمارة أو نظام المملكة لأن تسمية دولة قد تعني إمارة قد تعني مملكة إلى آخره لكن تسمية الجمهورية معناها إدخال شكل نضاء الدولة السياسي في اسم الدولة وبالتالي المسألة واضحة دولة مدنية قائمة على التدول السلمي على السلطة قائمة على انتخاب الرئيس قائمة على انتخاب مجلس النواب مجلس الجيوخ طيب في موضوع اسم الدولة دعلي أنتقل لأستاذ أبو القاسم أستاذ أبو القاسم كذلك تصفى المادة اسم الدولة بالجمهورية الليبية وهنا السؤال يأخذ منحيين أولا إسقاط فكرة العروبة كونها جامعة للدول العربية وتحديد شكل نظام الحكم بالجمهوري ما الخلاف والتباين الذي حكم هذه المادة منذ بداية عمل الهيئة في البداية أشكرك أستاذي لإضافة هذه للاستضافة وأنا أتمنى كل القنوات اتحدوا حدوكم حال الأقل نعرف المشاهد الكريم بفحوة الدستور ندخل في الموضوع مباشرة طبعا لما أختير اسم الجمهورية الليبية نعم نحن لما دلنا الخالطة الدستورية حددنا اللي هو الفصول متاع الدستور وحددنا المراجع متاعنا من ضمن المراجع عنا دستور الواحد وخمسين كمرجع أساسي لكل هذا العمل نعم في الواحد وخمسين كان اسم الدولة المملكة الليبية نعم يعني ما فيش لا مملكة عربية ولا أخيري كان اسم المملكة الليبية فارتأينا طبعا في الفترة عليك في الواحد وخمسين لماذا سمي بالمملكة الليبية حتى الملك السنوسية كانوا بيسموها المملكة الليبية السنوسية رفض إضافة السنوسية وخلها المملكة الليبية لأن لما حطوا اسم المملكة الليبية شافوا الهوية الجامعة لليبيين في أمازيغ في تابو في طوارق عن الأواجلة عن الأغدامسية عندنا القريطلية يعني فيه تقافات جامعة لليبيا فإذا أنت قلت الجمهورية مثل لو كانت المملكة العربية يعني كأنك قصيت هذه الفئات فكان الاسم المملكة الليبية نحن اللي توصلنا لنا نحن اسم المملكة عدتنا الجمهورية باعتبار اسم الجمهورية النظام الجمهوري وهذا اسم يجمع كل الليبيين حتى ما تكونش فيه حساسية أو خلافات إلى آخرين أنتم كأعضاء لجنة أين كان الخلاف في هذه النقطة في الدات يعني فيه مثلا تعرف أنت المسودة هذه المتطرفين العربين طبعا مش هيرضوها والمتطرفين الإسلاميين مش هيرضوها إلى آخرين يعني كل المتطرفين مش هتعجبهم المسودة لكن إحنا كان مطلوب مننا أن نحدد دستور لكل الليبيين الليبيين من الفئات اللي عندها طبعا لما ناخد الهوية فيه توارك فيه تابو فيه أمازيق فيه الأواجلة عن الأقدمسية إلى آخرين وعندنا بعدين فيه الملكيين فيه الفيدراليين فيه الجماهيريين فيه الفبرايريين إلى آخرين يعني تشعب كبير جدا وإحنا مطلوب مننا دستور دائم لليبيا يجمع كل الليبيين إحنا لم نكتب دستور لا للفبراير ولا نكتب دستور للنظام السابق أو لمجد أي أحد ولكن هذا لا يمنع إن كان هناك مواد تحتاج إلى تعديل من تعديلها في المستقبل لا يمنع نعم طيب دعنا ننتقل إلى المادة الأخرى والمتعلقة بالهوية واللغة أستاذ الهادي لم يتم تحديد لغة أساسية للدولة في الدستور ما السبب؟ أعلى بالعكس لغة العربية لغة الدولة طيب لماذا لم يكن هناك نص واضح وصريح في الدستور يعتمد بأن اللغة العربية هي اللغة الأساسية للدولة شوف المسألة كالتالية المسألة يجب أن تأخذ بشكل كامل وتقرأ قراءة تكاملية لأنها في تصور دهني معين بنيت عليها هذه النصوص أو توافق معين بنيت عليها هذه النصوص أولا المسألة انطلقت من التالية انطلقت أن هذه أرض ليبيا اللي فيها ليبيين والهوية هي هوية الليبيين بالكامل سواء كانوا أمازيغة عرب دوارق أين كان عرقهم وبالتالي المنطق اللي فيه أن نحن يجب أن نبني على هوية جامعة ويجب أن نبني على المشترك بيننا المشترك بيننا شنو أن نحن الليبيين وهويتنا هوية ليبية وكافة اللغات اللي موجودة على هذه الأرض هي لغات لكافة الليبيين هي ترات مشترك لنا كلنا نعتز بيه كلنا ومن هنا بنية النصوص فجيء اسم الدولة الجمهورية الليبية باعتبار أن وصف الليبية جامع لكافة الليبيين الموجودين على هذه الأرض جيء منها وصف الهوية بيهنا الهوية الليبية الهوية الليبية التي شكلت من اختلاط الأمازيغي بالعربي بالترقيب التباوي إلى آخره وأن هذه اللغات أي أن كانت هذه اللغات كالعربية والأمازيغية والترقيب هي لغات ملك لكافة الليبيين جينا بعدها للغة الدولة قلنا أن لغة اللغة العربية هي لغة الدولة ما معناها؟ معناها اللغة مؤسسة الدولة معناها اللغة القضاء لغة التشريع لغة إلى آخره كلها اللغة العربية اللغة العربية لغة الدولة ويمكن احداث مقارب ما بين حاجتين ما بين لما تقولي الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغة الدولة أيضا في المقابل في حاجة أخرى مهمة اللي هي دسترة كافة اللغات الأخرى دسترة كافة اللغات الليبية البقية تنظم القانون في أول دورة انتخابية إدماج اللغات الليبية الأخرى في الحياة العامة على المستوى المحلي ومستوى الدولة ما معناها بكل بساطة هذه دسترة لكافة اللغات الأخرى دسترة الأمازيغية، دسترة الترقية، دسترة التابوية، دسترة لكافة اللغات الليبية وإدماجها في الحياة العامة على المستوى المحلي ومستوى الدولة لكن كل ذلك مع وجود النص اللي يقول اللغة العربية لغة الدولة معناها شيء معناها إحنا تركنا للقانون أو جبنا على القانون إدخال أو إدماج هذه اللغات في الحياة العامة لكن النطاق المعايير كله متروك للتنظيم القانوني في دستر اللغات أيضا في المقابل في حاجة أخرى مهمة جدا في دستر لحماية هذه اللغات وضمان تعليمها وضمان تنميتها وضمان ازدهارها ويجب أن لا ننسى نص آخر في غاية الأهمية اللي هو يتعلق بإيجاد هيئة دستورية مستقلة مهمتها الحفاظ على هذه اللغات تنمية اللغات ازدهار اللغات وطبعا هذه تتكفل به الدولة الليبية في المستقبل القراءة المتكاملة لشين تطلع؟ تطلع كالتالي تطلع أن اسم الدولة الجمهورية الليبية وهو اسم جامع لكافة الليبيين إن الهوية هي الهوية الليبية وهو هوية جامعة لكل الليبيين أن اللغات هذه لغات ليبية لا هي لغات محلية ولا هي لغات وطنية هي لغات ليبية وهي ملك لكافة الليبيين أن اللغة العربية لغة الدولة وأن ينظم القانون إدماج اللغات الأخرى في الحياة العامة على المستوى المحلي ومستوى الدولة هذا هو التوافق الذي خرجنا بمجاية تأسية وأعتقد اللي يجمع الليبيين أعتدر على المقاطعة ولكن مع ذلك لا يوجد نص واضح وصريح يقول بأن اللغة العربية هي لغة الدولة هي لغة الدولة أستطيع أن أتلع عليك المادة اللغة العربية لغة الدولة نعم لغة العربية لعد اللغات التي يتحدث بها الليبيون أو جزء منهم ومن بينهم العربية والأمازيغية والترقية نعم والترقية والتبوية تراثاً تقافياً ولغوياً ورصيداً مشتركاً لكل الليبيين وتضمن الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها وضمان المحافظة على أصالتها وتنمية تعليمها واستخدامها كم طيب اللغة العربية لغة الدولة طيب لغة العربية لغة الدولة أعتقد أن صياغة قوية جداً معناها اللغة الدولة مؤسسة الدولة لماذا جاءت في نهاية المادة؟ لا 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 هذا ما يتسلسل في المادة أول شيء أن نص المادة هو الهوية واللغة نص المادة هو الهوية فالشطرة الأول أو الفقرة الأولى من المادة تحدد الهوية هوية الليبيين باعت تحدد الموقع الجغرافي للدولة الليبية باعت تحدد أن هذه اللغات على سبيل المثال على سبيل الحصر وتوصف هذه اللغات بينها تراث مشترك لكافة الليبيين ثم تأتي بعد ذلك وتقول اللغة العربية لغة الدولة ثم تأتي في عجز المادة وتقول وجوب تنظيم أو إدماج هذه اللغات الأخرى في الحياة العامة على المستوى المحلي ومستوى الدولة أعتقد أن هذا هو دسترة لكافة اللغات الليبية ولكن لم تتم دسترة الآن أنتم تركتمها إلى بعض قانون لا لا دسترة القانون مترك له تنظيم إدماج اللغات هي مدسترة حسنة من يجب على المشرع أن يتبنى في أول دورة انتخابية قانون ينظم إدماج هذه اللغات في الحياة العامة وجوب عدم تبني هذا القانون تعتبر مخالفة دستورية وانتهاك للنص الدستوري وبالتالي دسترة هذه اللغات دسترة إدماجها بالحياة العامة دسترة حماية هذه اللغات دسترة الهيئة التي تهتم أو تختص بتنميتها وازدهارها ودسترة إدماجها أيضا وبالتالي أعتقد أن الصورة هذه صورة متكاملة وصورة متطورة أيضا حتى بالمقارنة بالدستير الأخرى التي تعتمد تعددية اللغات في الدستير طيب إذن تقلنا إلى اللقطة التالتة مع الأستاذ بالقاسم والمادة التالتة المتعلقة بالعاصمة موضوع العاصمة كان شائكا نوعا ما داخل الهيئة وأخذ وقت طويل ربما أكثر من مواد أخرى ما السبب؟ أستاذي الكريم خلنا نرجع شوية للهوية وبعدين ننطلق العاصمة لأن هناك شيء مهم جدا نعم تفضل لما عرضت المادة هذه اللي هو دكروا اللي هو تعد اللغات التي تحددها ليبيين أو جزء منهم من بينها نعم ليش قلنا جزء منهم من بينها طبعا في اللغة التي ترفشار على من بينها قصدكم بتجيبوا اليهود إلى آخره ممكن تسمعت نعم ليش قلنا من بينها نحن الإعلان دستوري ألزمنا بالتوافق مع التبو والطوارق والأمازيغ هذا الإعلان دستوري نعم لكن في ليبيا في مكونات أخرى وجونا للهيئة السية عندنا مثلا هوية الغدامسية طبعا من الغدامس يعني نعم عندنا الأوجلية مثلا جابونا وتيقة كاملة قالوا حتى نحن نبو اندسترو لغتنا نعم جونا القريتلية قالوا حتى نحن نبو اندسترو لغتنا جتنا من غات اللي هو الهوسة عندنا ليبيين يتكلموا بالهوسة وعندهم علاقات من لغة الهوسة لغة معروف يعني إذا كنا بندسترو 14 اسم مشكلة نعم فعلشان هيك يجي هنا قلنا أو جزء منهم من بينها فهذا اللي من بينها لكي لا يسقط حق البعض وكذلك نعم نحن نكفل هوية جامعة لكل الليبيين أي ليبي يرى أنه عنده لغة خاصة به يعني المدى دي تشمله نعم فعشان هيك يقولنا جزء منها من بين طيب نرجع للعاصمة نعم المدى الثالثة من مشروع الدستور نعم كويس طبعا احنا الدستور نشبه فينا في تلفزيون يقرأ يكي قراءة عامة يكي والمفروض الدستور دي قرأك قراءة كاملة نعم طبعا احنا مهمتنا بنديره دستور لكل الليبيين باش نكون واضحين من حق أي شخص يطلب ما يشاء لكن على النور وفوق الطاولة ولا مقاطعة إلى آخرية كانت الإشكالية لما احنا اشتغلنا في لجلة العمل الأولى ناوي السيد لادي كان عندنا مشكلة المقارات اللي هو مثلا الجسم التشريعي اللي هو متاع الشيوخ وكانت عندنا إشكالية المحكمة الدستورية انشأنها جديدة وكان عندنا مشكلة اللي هو الحكومة ومقارها وفي ناس طلبوا باعتبار أنه كان اللي مرجعي متاعنا دستور 51 في الدستور 51 و 63 لليبيا عاصمتين بنغازي و ترابلس فكان إشكالية جديدة من العضاء طالبوا أن تكون اللي هو لليبيا عاصمتين نعم فيعني خلاصة تم التوافق في الأخير أن تكون ترابلس عاصمة الجمهورية الليبية ومقر الحكومة والمجلس التشريعي يكون في بنغازي يعني بغرفته النواب والشيوخ يكون في بنغازي والمحكمة الدستورية رأينا أن تكون مقرها في سبها هذه طبعا كلها مدن الليبية يعني بنغازي مدينة الليبية وسبها مدينة إلى آخره بحيث على الأقل ليش حطنا مثلا المحكمة الدستورية في بنغازي لأن المحكمة الدستورية حطناها في سبها لأن احتمال يصير إشكالية بين المجلس التشريعي واللي هو رئاسة الحكومة ممكن رئيس الدولة يطلب حل للبرلمان يتجهل للمحكمة الدستورية الموجودة في بلغازي تكون بعيدة عن الحكومة ربما البرلمان أو الشيوخ يحجزوا على رئيس الدولة يتهموا اتهام جسيم لخلق الدستور والقانون فحتى هم يتجهوا للمحكمة الدستورية رأينا أن تكون بعيدة عن الجسم التشريعي والحكومة هذا خلاصة القول كان هناك مقترح جعل عاصمتين للدولة الليبية كيف أتت فكرة هذا المقترح السيدة عبدالله وما السبب السؤال في محلة أستاذ الكريم أول حاجة كيف ما قال الأستاذ بالكاس اللي هي يجب القراءة المتكاملة للنص خلي نجي لما تقرأ إدماج اللغات الأخرى في الحياة العامة اللغات الليبية الأخرى في الحياة العامة يجب أن تقرأ قبلها اللغة العربية لغة الدولة وبالتالي لا يمكن أنك تنظر لشطر من المسألة دون الشطر الأخر المسألة متكاملة اللغة العربية لغة الدولة في مقابلها يتم إدماج اللغات الليبية الأخرى في الحياة العامة على المستوى المحلة المستوى أيضا في العاصمة في العاصمة يجب أن تقرأ قراءة متكاملة العاصمة هي طرابلس لكن يجب في نفس الوقت تعرف وتقرأ النص المتعلق بأن البنغازي هي مقر العاصمة التشريعية بغرفتها مجلس النواب من الشيوخ ويجب أن تقرأ أيضا نسبها مقر المحكمة الدستورية ويجب أن تقرأ أيضا في أي مدى هذا في أي مد؟ هذا في مد في المجلس الشيوخ مقرم الشيوخ مقرم الشيوخ وأيضا يجب أن تقرأ حاجة أخرى تقرأ أن في وجوب توزيع مؤسسات الدولة جغرافيا يعني سلطة الشرعية تتولى توزيع هذه المؤسسات جغرافيا في الحالة بلاد هذا يضمن شنو؟ يضمن أيضا في توازن وفي بديل لفكرة العاصمتين وغيرها ليش العاصمتين؟ في الواحد وخمسين صارت نفس الإشكالية وصارت مشكلة في دستور واحد وخمسين في الجمعية التأسيسية وصار نزاع هل طرابلس العاصمة أو بنغازي العاصمة أو غير ذلك طبعا حلت هذه المسألة حلها الملك والملك حلها بالتدخل والحل الآتي للمملكة الليبية عاصمتان طرابلس وبنغازي طبعا عادت لنا القصة من ججيل في هيئة تأسية وصار هذا النزاع من ججيل وصار هذا التدخل هل طرابلس العاصمة هل بنغازي العاصمة إلى آخرين فجينا قلنا نحن يجب أن تكون للبلاد عاصمة واحدة يجب أن تكون للبلاد عاصمة واحدة ليش يجب أن تكون بلاد عاصمة واحدة؟ لأنها بكل بساطة رمز لوحدة البلاد ولأن تعدد العواصم فيه ترميز لتعدد الشرعية ولأن احتياط لأي مستقبل يجب أنها ما يهمناش ونقول لك حاجة مهمة ما يهمناش أن أغلبية عضلها هي أن تكون العاصمة طرابل سواء العاصمة بنغازيا أو العاصمة السرطة أو العاصمة هون عن مهمة كل البلاد عاصمة واحدة لكن أغلبية أعضاء الهيات تجه أن تكون العاصمة طرابلس لكن في مقابل ذلك المسألة موازنة بمسألة بحاجة أخرى في توازن موازنة بأن المؤسسات موزعة جغرافيا وبأن بنغازي هي العاصمة التشريعية هي مقر مجلس النواب ومجلس الشيوخ وبالتالي تم تجاوز فكرة العاصمتين وتم تجاوز ما قد يترتب عليه من ترميز لتعدد الشرعية ما أفهم من كلامك بأنه تم تجاوز فكرة العاصمتين من خلال توزيع المؤسسات توزيع المؤسسات ونص على أن السلطة الشريعية مقرها ببنغازي طيب ألا ترى بأن التوزيع فكرة التوزيع أحيانا ربما تأتي بنتيجة عكسية على أداء هذه المؤسسات نعتقد طبعا أنت فكرة التوزيع نعم نحن قبل أن تتكلم عن فكرة التوزيع شوف التداخل في النظام الحكم اللي اخذناه شوف التداخل بينهم نعم إذا كان فيه تداخل قوي جدا ممكن تقول لنا بعيد وإلى آخرية فرضا نحن اخذنا النظام الشبه الرئاسي كانت الإشكالية في الحكومات السابقة وفشل 17 فبراير في الحكومات نعم الحكومات كانت تجي محاصصة يعني حزب كده يبي وزارة المالية وحزب كده يبي الدفاع منطقة الفلانية تبي فكان اختيار حكومات سيء جدا ورئيس وزراء ما يسيطرش ولا على وزير نعم فكانت الفكرة أنه لما ينتخب الرئيس الدولة مباشرة من الشعب هو يحط رئيس الوزراء من كيفه ويتشاور معه ويحطه الوزراء ويتم القسم أمام رئيس الدولة ويشتغلوا من غير إعطاء اتقام البرلمان هنا فيه فصل كبير جدا بين سلطة يبدأ عبانا عن البرلمان شيخوا عندهم مهمتهم فقط تشريع أو مسألة الحكومة أحيانا فيعني أنا رامعش فيه تشابك بيناتهم في جداعنا يكون بيناتهم بعدين كلها منذ الليبية وشين هي بنغازية في الطيارة بساعة واحدة وفيش كبير جدا وفتاعة التقنية الموجودة التقنية الموجودة بالفيس وبالانترنت ومعنى ما فيش مسافات نعم نعم سوف ننقشها في وقتها ولكن هناك من يشكك فيما قلت أستاذ ويقول يعني بأن فكرة كما قلت التوزيع ربما تؤثر سلبا ويشكك في هذه المادة أول شيء أعتقد أن فكرة وجود عاصمة واحدة للبلاد وكونها مقرر السلطة التنفيذية وفكرة وجود سلطة تشريعية في بنغازي هو لضمان واحدة البلاد والوصول لتوافق لدستور يجمع كافة الليبيين وبالتالي هذه الصورة من صورة التوافق الذي لن تؤثر بأي حامل أحوال بشكل سلبي على البلاد بالعكس وجود عاصمتين أسف في 1951 لما تقرأ أدبيات 1951 لما تقرأ ما ترتب عليها ما كتب من قبل الحكومات التي كانت في ذلك الوقت تجد السلبيات أكثر من الإجابات وبالتالي أعتقد أنه حل وسطي حل يجمع الليبيين حل يضع قاعدة أساسية قائمة على الموازنة ما بين وحدة العاصمة عاصمة واحدة وما بين توزيع المؤسسات وراه في توزيع المؤسسات صورة من صور الضمان التنمية المكانية خاصة لما تعلق الأمر بمؤسسات وشركات خدمية وغيرها طيب نذهب إلى المادة الخامسة من المشروع والتي تتضمن عالم الدولة والنشيد في البداية كان هناك شبه إجماع على عالم الاستقلال لماذا أحل هذا الموضوع لقانون عبر مجلس النواب المنتخب ما بعد الدستور المسألة ممكن نظر التالي في المشروع الأول كان التالي كان في عالم ونشيد الاستقلال المادة الرابعة والمادة الخامسة لكن في المقابل كان في حكم خاص يوجب طرح العالم ونشيد الاستفتاء قبل الدورة التشريعية التانية وبالتالي صار التوافق التالي صار التوافق أن النص على العالم ونشيد العالم ونشيد الاستقلال لكن في مقابل طرح على الاستفتاء قبل الدورة التشريعية التانية بعدها تطور هذا التوافق في الهيئة التأسيسية وقلنا أن في نصين النص الأول هو النص العام اللي هو يحدد قانون عسب عالم الدولة ونشيدها بقانون يصدر من مجلس النواب بأغلبي الثلاثين لكن يجب أن يقرأ أيضا في مقابل نص آخر اللي يقول يستمر العمل بالعالم والنشيد أنه في دين في المادة الأخيرة مع مراعاة المادة الخامس وبالتالي صار هذا التوافق أيضا لأنه كان فيه اتجاهيين في الهياة فيه اتجاه يطالب بدسترة العالم والنشيد الاستقلال فقط وفيه اتجاه يطالب بعالم ونشيد الجيد وبالتالي نبي نجمع الليبيين على كلامة واحدة نبي نبني على المشترك نبي أيضا ندخل كافة الليبيين في هذا المشروع اللي هو موجه لكافة الليبيين أي كانت توجهاتهم السياسية وبالتالي كان هذا التوافق نجيلي حتى في المقارن في دول كثيرة تحيل العالم والنشيد إلى قانون من ضمنها دول عريقة جدا كيف روسيا روسيا لما نجيلي القانون للاتحاد الروسي وحولها إلى قانون يحدد عالم الدولة ونشيدها بقانون لكويتي يحدد عالم الدولة ونشيدها بقانون وبالتالي المسألة فيها عند قوانين قد تصل أعتقد لأربعين دستير قد تصل لأربعين دستير يحدد عالم الدولة ونشيدها بقانون وبالتالي لن تشكل إشكالية المشكلة هي المشكلة أن هناك من يحاول إضفاء القدسية على مسائل متغيرة ويؤدي بهذا الإضفاء القدسية إلى عرقلة بناء الدولة الليبية الجامعة لكافة الليبيين أعتقد أن حل وسطي أيضا امتياز ولكن يجب أيضا ملاحظة حاجة أن نراه نص المادة الخامسة اللي فيه يحدد عالم الدولة ونشيدها بقانون يصدر بأغلبية ثلثين أعضاء مجلس النواب فيه مادة أخرى تقول مع مراعاة المادة الخامسة يستمر العمل بالعالم والنشيد النافدين نعم طيب بالعودة لأدستير السابقة أستاذ أبو القاسم هناك مادة مفردة لكل من العالم تحديدا شكله ولونه وأبعاده للنشيد كذلك والعطل والمناسبات والرسمية وممادها أو تحدد ضمن قانون ما الفكرة في جمحا بمادة واحدة والخروج من خلافهم وتحول لاحقا للبرلمان الذي سوف يأتي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا المادة تقرأ كاملة نحن نتفهم على الأساسيات أول حاجة أن هذا جهد بشري ممكن يخطئ ممكن يصيب الشيء الثاني نحن يعطينا فرصة للأجيال القادمة التعدل كيف ما تشاء ربما هذا اجتهاد نحن ربما صحيح ربما خطأ لكن أعطينا فرصة للأجيال القادمة اللي هو تشوف التعديلات المناسبة مثلا أنا عن نفسي لا أرى أن عالم أو نشيد هو اللي بيبني دولة ربما يوحد ربما بعدين في المستقبل يديروا زي ما داروا أجدادنا داروا مسابقة للنشيد واللي جاء بترتيب الأول نحط ربما يديروا مسابقة للعالم ليش نضيقوا على الأجيال القادمة فالإشكالية الموجودة إذا دكر في دستور لا يمكن أن يعدل إلا بتعداد صحابة جديدة خلين نكمل بعدها عندنا حاجة تانية لأعياد الرسمية يعني ممكن يديروا أعياد الاستقلال ممكن أعياد دستور إلى آخره أنت ما تقدرش تدير نص المادة تعدد الأعياد اللي عندك لا تركنا هذه القانون الأوسمة والأنواط وكلها تعاد بقانون يعني معظم دستير العالم تحيل الأشياء هذه إلى قانون لأنها مش أشياء تبني دولة يعني عطلة رسمية ما تبنيش دولة عالم ما يبنيش دولة نشيد ما يبني دولة فأعطينا فرصة الأجيال القادمة يعدلوا كما يشاءوا طيب حديثنا يطول ويتواصل ولكن مع هذا الفاصل ونواصل إن شاء الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا شكرا اشتركوا في القناة شكرا كان هناك جدل أستاذ الهادي حول اعتبار الشريعة الإسلامية مصدر حصري ووحيد أو مصدر التشريع الأفكار التي كان كل طرف يدافع عنها على سبيل إنتاج هذه المادة لو اعتمدت الشريعة بأنها مصدر حصري ووحيد للدولة ما هي مخاوف الطرف الآخر أولا الخلاف راهو لما ننظر لبعمق وبوضوح هو خلاف لفظي أكثر من كونه خلاف له أبعاد أخرى يعني ذات نتائج أو نتائج مادية من الموسى متعلقة بالتشريع أولا لما نقول الشريعة الإسلامية مصدر التشريع أو مصدر رئيسي للتشريع أو مصدر وحيد للتشريع أو مصدر للتشريع النتيجة أن الشريعة الإسلامية بكل بساطة فيها نصوص وفيها أحكام الشريعة الإسلامية فيها نصوص وهذه تابتة لا تتغير بتغير الزمن والمكان وفيها أحكام التي هي استنباط من هذه النصوص والأحكام متغيرة يعني بمعنى آخر فيها توابط وفيها متغيرات لا أحد نهائيا يقول بأن الاجتهادات الفقهية ملزمة لا أحد يقول بأن في إلزام لاجتهاد فقه معين أو لمدهب فقه معين وبالتالي لما نقول الشريعة الإسلامية مصدر التشريع معناها لا يجوز بأي حال من الأحوال تبني قانون مخالف لأصول الشريعة الإسلامية وتوابطها لكن مع ذلك يجوز تبني قانون يستند لأي اشتفات شهاد فقهية يستند لأي مذهب فقهي يستند لأي قانون في العالم وبالتالي الشريعة الإسلامية حتى مع هذه الصياغة تستوعب كافة التجارب الإنسانية تستوعب كافة القوانين المقارنة نأخذ من أي قانون من أي نظام قانوني من أي دولة لكن بشرط عدم مخالفة أصول الشريعة الإسلامية وتوابطها مسألة أخرى مهمة جداً الشريعة الإسلامية لما نجي شو نقول نقول مصادر الحكم فيها شيني؟ مصادر الحكم فيها المصالح المرسلة فيها الاستحسان فيها القياس إلى آخره وبالتالي المصالح المرسلة بشرائطها الشرائية والاستحسان أيضاً يستوعب كافة التجارب الإنسانية وكافة الأنظمة المقارنة لذلك لما نجي تخيل لو سمعت تعطني فرصة بالسؤال لو نجي تقول الشريعة الإسلامية مصدر رئيسة التشريع تمام شو معناها؟ معناها في مصادر مصدر رئيسي وفي مصادر تنوية المصدر الرئيسي هو الشريعة الإسلامية المصادر التنوية هي القوانين والأخرى أو المصادر الأخرى في النهاية بكت حينتهي الأمر ليش؟ حينتهي الأمر أنه لا يجوز تبني قانون مخالف لأصول الشريعة الإسلامية وتوابطها نفس الصياغة هذه اللي ملزم شين هو؟ اللي يجب أن نحترم وأن لا نخرج عنه هو أصول وتوابط الشريعة الإسلامية أما المتغيرات فهي غير ملزمة من هنا تأتي ساعة الشريعة الإسلامية أيضا يجب أن ننظر للمسألة من ناحية أخرى من ناحية أن هذا النصر هو خطاب موجه للمشرع خطاب موجه للسلطة التشريعية بهي خطاب موجه المشرع المشرع يقدر عنده سلطة تقديرية هل هذا القانون اللي يبتبنىه مخالف للشريعة الإسلامية أو يتلقمه طبعا باستشارة أهل الرأي والشارة أهل الفقهي لآخرة تبنى قانون معين وفيه اللي يقول لك أنه مخالف لشارع الإسلامية الحل شن هو الحل أنه نطعن قدام المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية لن تحكم بعدم الدستورية إذا كان مخالف للشهاد فقهي أنت تحكم بعدم الدستورية إذا كان مخالف لأصول الشارع الإسلامية وتوابتها إذن في النهاية المسألة تنتهي بالتالي تنتهي أن راه الشارع الإسلامية مصدر رئيس أو شريعة الإسلامية مصدر للتشريع راه لا إلزام إلا للأصول والتوابط أما الاجتهادات لا إلزام لها الاجتهادات المشرح حر في تبني أي منها وبالتالي سئة الشريعة الإسلامية تسمح بتبني كافة تجارب الإنسانية كافة القوانين المقارنة بشرط عدم مخالفة هذه الأصول تورد أيضا في مسألة أخرى مهمة جدا خلينا نقول لك عليها شوف احنا ميزنا ما بين حاجتين في شريعة الإسلامية المسألة ذكرت في نص المادة السادسة اللي هو خطاب موجه للمشرع اللي هو نقول أن بكل بساطة المشرع يجب أن يعتمد الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع لكن في مادة أخرى شون قلنا في مادة أخرى في هيئة البحوث الشرعية فيما يتعلق بالفتاوي في إطار مأساسة الفتوى والذي لا علاقة لها بنص المادة السادسة لا علاقة لها بنص المادة السادسة ما سنأخذ مختلفة قلنا أن في حالة اصدار الفتاوي يراعى المداهب السائدة في البلاد المولود الفقهي السائد في البلاد مراعاة المولود الفقهي السائد في البلاد ما يتعلق بالفتاوى الفردية لكن فيما يتعلق بالتشريع المسألة مفتوحة المسألة مفتوحة بشرط مراعاة الأصول والتوابط كون الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع الأمر لا يخرج من أن المشرع ملزم بمراعاة الوصول والتوابط دون أن يكون ملزما أسس دون أن يكون ملزما بتبني الاجتهادات الفقهية طيب هناك مادة في المشروع مشروع الدستور تنص فيما يتعلق بحرية التعبير تمام أنتم ضمنتم حرية التعبير دون قيد أو شرط هل وجدت هذه العبادة؟ لكن درنا حضر التكفي طبعا نحن لما اخترنا الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع في بعض الدول تقول القرآن زيز معنى القرآن شريعة المجتمع كلام هكذا هو شمعنى الشريعة الإسلامية؟ معنى القرآن والسنة لأن السنة تفسر القرآن مثلا نحن نقعد في نقاش مع بعض الناس باي يقول لك فرض أن يتهكم يقول لك باي مثلا في القرآن ما فيش سيمافر وما فيش كلام في حديث تقول أنتم مندرى بشؤوني دنياكم فالشريعة في الحاجات تشيري لكن شؤوني دنيا أنتم مادروا بشؤوني دنياكم إلى آخرية احنا باش ما نخلوش البلاد في فوضى نفترضوا أن البرلمان أقر قانون إخالف الشرعة الإسلامية لأن اسمعت أن دستور متاعكم هذا بيجيب الشروب إلى آخرية نفترضوا البرلمان أقر قانون إخالف الشرعة الإسلامية باي من اللي بيحكم بالبطلان؟ من بيحكم بالبطلان باش ما تكونش الدولة سائبة عند المحكمة الدستورية هذه من تخصصها اللي هو دستورية القوانين يعني تشوف القانون إذا كان خالف الشرعة الإسلامية تبطل باي من اللي بيرفع القضية؟ من بيرفع القضية أن القانون هذا مخالف الشرعة الإسلامية؟ مني يعني دار الإفتاءة هيئات أعطينا لكل دي مصلحة يعني أنت كشخص عادي طلع قانون ترى أني خالف الشرعة الإسلامية ترفع القانون ما بوش البلاد فوضى نبو دولة مؤسسات دولة قانون تأخذ القانون تتجهل القضاء وإنصفك القضاء هذا بلمجمل يعني السؤال التحق لو سمحت لي ق piedها مسئلة مهمة جدا مسئلة مهمة جدا الشرعة الإسلامية مصدر للتشريع أو الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع أو الشريعة الإسلامية مصدر التشريع راهي في النهاية حتنتهي بالتالي تنتهي أن كافة قوانين الدولة الليبية في المستقبل تتقيد بالتابت في الشريعة الإسلامية راهوا بمعنى آخر لا يتضمن هذا النص لا من قريب ولا من بعيد الإلزام بأي مذهب فقهي أو الإلزام بالاجتهادات الفقهية عندنا إطار عام يجب أن يحكم الدولة الليبية في المستقبل يحكم صبت الشريعية اللي هي هذه الأصول متى الشريعة السمية وتوابة الشريعة السمية وللمشرع أن يتخير سعة أن يتخير ما يشامل الشريعات بشرط مراعاة هذه القوات ويجب أن ندرك أيضا ونعودها مرة أخرى أن ندرك أيضا أن المسألة أيضا حتى في مصادر الحكم الشرعي مفتوحة مش الحكم القانوني حتى الحكم الشرعي مفتوحة من باب أولى الحكم القانوني اللي فيه المصالح المرسلة وفيه الاستحسان وفيه بكل بساطة إمكانية تبني كافة القوانين اللي في العالم متى رأى فيها المشرع مصلحة بشرط عدم مخالفة مصلحة شرعية أصل من أصول الشريعة الإسلامية طيب ألا ترى بأن هناك من يستغل مثل هذه العبارات دون قيد أو شرط ويذهب بها إلى المسألة منضبطة مؤسستية كيف مؤتى؟ سلطة الشريعية ومحكمة دسترية السلطة الشريعية عندها نص دسترية تلتزم به في حالة الاعتراض على هذا النص القانوني الصادم سلطة الشريعية عندنا حاجة اسمها محكمة دسترية وبالتالي المسألة متعلقة ببناء مؤسساتي في سلطة الشريعية وفي محكمة دسترية طيب أستاذ بالقصر دخلنا نسترسل في نفسنا نعم عندنا ذكرت حرية الفكر يعني قويسة نحن في الدستور اللي في اللي مش فهم أن الدستور هو عبارة عن قانون الأعلى وتشتق منه قوانين نعم لما يجل المادة للفكر طبعا بيديروا لها قوانين أي قانون يخالف الشريع الإسلامية أنت أمشي طعن طول على طول ما في شيء يجب نحن مشينا لأبعد من ذلك مشينا لاتفاقيات الدولية طبعا تتعرف الاتفاق الدولي فيها ما يخالف الشريع الإسلامي نعم فأعطيناها مرتبة أعلى من القانون وأدنى من دستور بحيث أن أي قانون دولي خالف الشريع الإسلامي يمكن أن تطعن فيه وما تعتمدش الدولة اللي بي نعم نعم طيب أعطيك مثال آخر على أنا طبعا أسرد إليك يعني ما يدوث الشارع الشارع الآن يقول رفض البعض أو يرفضون المادة التي تنص على حرية تكوين الأحزاب الواردة في نص مسودة الدستور معتبرة ذلك سببا في التفرقة والاختلاف والنزاع والتصادم وكذلك النص على إصدار القوانين بما لا يخالف أحكام الدستور في الوقت الذي يجب أن تصدر فيه بما لا يخالف نص الشريعة نعم نقول لك حاجة لما نقول هي اجتهادات في النهاية حتى لو كان في النهاية اجتهادات غير ملزمة في النهاية اللي يقول لك حضر الأحزاب وحضر التعددية السياسية وأن يمشي البلاد على نمط معين أو فكر إدروجي معين هي اجتهادات لن تكون ملزمة لسلطة تشريعية لمن قريب لمن بعيد السلطة التشريعية ستتشكل بالانتخاب العام الحر السري المباشر وليس هناك ما يلزم السلطة التشريعية بتبني مثل هذا الفكر نهائيا بالعكس الفكر هذا مضاد جدا للنصوص الواردة في الدستور المبنية على التعددية الحزبية والمبنية على التعددية السياسية والمبنية على الحقوق والحريات وفي إطار توابط الشيعة لسلطة بالإضافة إلى ذلك نعم تفضل طبعا تتكلمت على الأحزاب بش نتكلمه بصراحة صار نقاش في الهيئة السلطة في من يرى الإلغاء الأحزاب نهائي وفي من يرى تقنيل الأحزاب نحن وصلنا إلى فكرة أيهم أفضل الحزب موجود موجود يأما تحت الطاولة أو في النور نعم توصلنا أن الحزب يكون في النور أمام الناس واضحة جدا يعني وبعدين بتواب الأحزاب مستقبلا في ليبيا هذه أين ما رتصير الأحزاب في الدول الثانية أن تسعى إلى السلطة يعني جيب أغلبية في البرلمان إلى أخير يتشكل حكومة تواب في النظام الموجود في ليبيا أن الأحزاب ما تشكلش الحكومة إن شاء الله النواب كلهم يأخذوا حزب واحد طيف واحد ما ليمش علاقة بالحكومة الحكومة برئيس تشكلها رئيس الدولة المنتخب مباشرة من الشعب يعني الأحزاب في المستقبل عندهم فقط تشريع فقط يعني وصول للحكم لا جيب شخصية مقنعة لليبيا ككل وخش بانتخابات حرة وإذا كان الفوست برئيس زي ما وجد عندنا مثلا النظام الأمريكي يجيب بجمعته ويشتغلوا في الدولة لليبيا نعم سوف نتنولها عندما نصل لها في باب نعم نصل لها يا شاب لكن هو باختصار نضاح هو نظام شبه رئاسي نظام شبه رئاسي بامتياز وقريب جدا من الأنظمة الشبه الرئاسية المقارنة في العالم وقريب جدا من نظام شبه رئاسي مش وقتها تفصيلة لكن هو راه توصيفة القانوني الدقيق أنه نظام شبه رئاسي ويخضع للمعايير اللي بنيت عليه الأنظمة الشبه الرئاسية ننتقل إلى المادة العاشرة والمتعلقة بالجنسية طبعا بالنظر لموضوع الجنسية وضعت شروط للحصول عليها وجاءت بصيغة مخاوف ربما عندما تطل عليها وكانها مخاوف كالمصلحة العامة والأمن الوطني والمحافظة على التركيبة السكانية كذلك التعداد وصهولة الاندماج ولا بتحدد كيفية الحصول على الجنسية كويس خلينا نعطي بك العام ونترك الكلام لكن المسألة كالتالي شوف شوف النظر دستير مقارنة في العالم دستير مقارنة في العالم في دستير انتهجت نهج التفصيل في الجنسية وفي دستير انتهجت نهج النص العام المجمل طبعا نحن في المشروع الأول انتهجت نهج التفصيل يعني بمعنى آخر نصينا على نص تفصيلية تعلق بالجنسية تعرض هذه الانتقادات كثيرة وانتقادات بالفعل في محلها كانت مقنية على الهيئة التاسيسية لذلك خرجنا من هذا بالنص المجمل شم قلنا في النص المجمل قلنا القانون ينظم الجنسية ينظم التساب الجنسية ينظم ساحب الجنسية لكن في ضل ضوابط معين راهو في نسبة كبيرة من دستير تنص على التالي تنظم الجنسية بقانون تسكت احنا قلنا تنظم الجنسية بقانون صح؟ لكن في إطار ضوابط حاكمة ضوابط دستورية حاكمة لقانون الجنسية اللي هي المصلحة العامة للبلاد وسهولة الاندماج في المجتمع والأمن الوطني والمحافظة على التركيبة السكانية أربع معايير بمعنى آخر هذه معايير ضد طبيعة دستورية نحن لا نتكلم عن معايير ضد طبيعة قانونية نتكلم عن معايير ضد طبيعة دستورية معنى المشرع عند تبنيه لقانون الجنسية يجب أن يراعي هذه المعايير هذه المعايير تقضى أيضا للتفسير القضائي الدستوري تفسير المحكمة الدستورية تفسير التشريعية أولا من المحكمة التشريعية من الأسف من سلطة التشريعية ثم بعد ذلك تحت رقابة المحكمة الدستورية إذن بكل بساطة درنا نحن نص عام ونص عامي تنظم الجنسية بقانون ولكن في إطار الضابط هذه أيضا ما تنساش حاجة مهمة أن نحن المسألة الجنسية فيها نص صال النص الأول اللي هو النص العامي اللي حكيتك عليه ونص الثاني نص انتقالي نص انتقالي نص انتقالي يتضمن الثاني يضمن أول شيء وقف اكتساب الجنسية لمدة عشر سنوات وهنا يجب أن يوفم هذا النص أنه يتعلق بالجنسية المكتسبة طبعا غدا يجب اللي سمحت فيه جنسية أصلية وفيه جنسية مكتسبة اللي يحضر المحضور توقف لمدة عشر سنوات اللي هي جنسية مكتسبة بالإضافة إلى وضع ضمانات معينة ممكن تكلم يا سيد بلقاسم اللي هي مراجعة الجنسية حالات الجنسية اللي مونحت اعتبارا من 15-2011 من 15-2011 طيب استاذ ابل قاسم لو ذهبنا إلى دستور 51 نجد بأن هناك يعني طريقة لاكتساب الجنسية ولكن بشروط محددة مثل طبعا في المادة السادسة في الدستور 51 هناك يعتبر ليبيا أو يعتبر ليبيا كل شخص مقيم في ليبيا وليس له جنسية أو رعاوية أجنبية أن يكون قد ولد في ليبيا أن يكون أحد أبويه ولد في ليبيا نحن في مشروع الدستور الآن ماذا وضعنا لمثل هذا الموضوع لنيل الجنسية خلينا نتكلم عن 51 نتكلم بالجنسية بشكل عام أنا كم مرة نصير في نقاشات يعني نسأل سؤال نرى الشخص اللي قدامي يتكلم عن الجنسية هو مش فهم شنه هي الجنسية نوجه لك السؤال أنت ليبيا ولمش ليبيا بتقول لي كيف جيت ليبيا يعني معظم الليبيين رغم أن مش عارفين كيف جوا ليبيا لا يقول لك أنا مولودة هني الأباد وكل ما يعنيش عن عصها كيف جيت الجنسية ليبيا زمان ما كانش في حيث اسمها الجنسية أصلا لما أخذت ليبيا استقلالها ومصر وتونس والسودان إلى آخرية طلعت ليجان داروا دورها في هالخريطة هذي أي واحد يلقوا غير يسجلوه بدي ليبيا هذي جنسية ليبيا وبعدين في حيث اسمها القانون النافذ وفق قانون النافذ ففي الفترة دي كان اللي يجوا هنا يلقوا ليبي سجلوا ليبي اللي يلقوا في مصر سجلوا مصري إن شاء الله هذه ملاحظة جديدة طلعا فتسجل بعدها في الواحد وخمسين كانت في مشاكل ليبيا فاضية من السكان ما فيهاش سكان يعني كان أقل من مليون تقريبا حاجة بسيطة فكانت نداءات من المملكة الليبيين بالعودة أن يرجوا فداروا اللي هو شيء اللي هو قيد السجل للليبيين في دول الجوار يجي ليبي العادي اللي بيرجع يمشي يسجل في القيادة يجيب ورقم غادي ويجيب لأهل هنية يقسموا له اسمها ويعطى الجنسية هذا ما فيها يعني يكتسب الجنسية الوضع هذا من الناحية التاريخية لا خالي كملك توا نقولك نحشينا ربطنا عليها لأن فيها عنا مشاكل كبيرة جدا في الجنسية على الجناف المادة 186 تتعلق به الكلام هذا Shade نعم يعني اللي يجي في الفترة ديك يدير اجراءات يعني يقولوا نحنجد يقوم يكتسب جنسية وفق قانون النافذ وفق القانون النافذ أن يجيب ما يفيد أن لليبي منتمي الأصل الليبي وبعدين يجي هنفس اجراءات معينة ديرها فييعطوه الجنسية الليبية ويبدأ ليبي نعم بعدين صارت في ليبيا في فترة اكان hemos كعاد فيه الجنسية الليبي يعطى الجنسية العربية يعني حتى اللي يجي من برة وفق القانون النافذ يعطى اسمه الجنسية العربية و艮طيت الجنسية العربية لليبيين عندهم جنسية ليبية اصلية في فترة estaba لغى اسم الجنسية ليبية وعطيت الجنسية العربية عندنا مشاكل اخرين في الجنسية موجودة لما واقفنا 10 سنوات حتى نصلح بيتنا الداخلي وقفنا الجنسية المكتسبة لنشاه بيتنا الداخلي نصلحه وبعدين مش مشكلة القانون فلقنا الاشكاليات فيها طلبات عالقة للجنسية لم يبت فيها لقينا مشكلة الجنسية العربية أعطيت للليبيين والمتجنسين معاش عرفنا من هو الليبي الأصلي ولا عرفنا من هو المتجنس خشينا في التزوير بعد 2011 يعني تزوير في الجنسية بشكل رهيب جدا احنا غير في مدينة البيضاء جابونا حوالي 3000 عملية تزوير في الجنسية فهذا كان عندنا هي الخطورة أخطر من القانون الجنسية نعم أعتدر منكم نفض الوقت ولكن أيضا لم نتمكن من مناقشة المادة 22 عن العدالة الاجتماعية وتنمية ولكن أستاذ في الكنترول أشترك بأننا وصلنا لنهاية الحلقة اسمحوا لي أن أشكرك الأستاذ الهاديب وحمر عضو الهيئة تأسسية سيارة مشروع الدستور كذلك الأستاذ أبو القاسم يوشع عضو الهيئة كذلك أشكركم على حضوركم معنا اليوم كذلك أشكر موصول لمشاهدين الكرام وحتى الملتقى في حلقة جديدة من برنامج نافذة الدستور دبتور فيامان الله شكرا 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 شكرا